المفروض أن كلنا نحتفل فيه حدث جميل حدث كبير حدث يفرح بكل سعودي وكل مواطن محب السعودية وكل من يحب السعودية بهذا الحدث الجميل الذي هو نحو الفضاء مركبة فضائية صعدت وكان حدث جميل جدا بالأمس وما زلنا نتتبع كل ثانية وكل جزء من الثانية في أين وصلوا وقبل قليل يأتينا سلامنا قبل قليل أنا أتابع التحرك ووصلوا إلى دخول الفضاء الدولي ومن الحدث هذا هو من رؤية سمولي العهد محمد بن سلمان وبعد سيدي خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان أدواجيز وهذه الرؤية الصاعدة لهذه الدولة التي هي تقود الأمم اقتصاديا وفكريا ودينيا وكل شيء حتى التصالح قام في هذه الدولة فالحدث طبعا لها أهداف لأن كثير من الناس يقولوا إيش أهدافها فحبيتني أن ينوه على الأهداف الموجودة تعرفون إيش أهدافها؟ ما هتعرفون إيش أهداف؟ إيش الأهداف؟ إن السعودية فلفظة مع الأرض تسحة بس صح مع التسحة عن الأرض طالعون طيب خلوني أعطيكم الأهداف على العجالة أولا الرواد اللي موجودين فيها السعودين 14 تجربة بحثية علمية رائدة هذا أول شيء المساهمة هي عبر الأبحاث العلمية في خدمة البشرية وأيضا تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال استكشاف الفضاء وأيضا إبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأثيرها العلمي في هذا المجال وأيضا تقديم ثلاث تجارب تعليمية وتوعوية فنهني المملكة العربية السعودية بهذا الإنجاز أيضا الإنجاز الثاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي هي 27 جائزة 23 جائزة كبرى وثلاث وأربع جوائز خاصة طبعا للمنتخب السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة 2023 اللي فازوا بناتنا وأبنائنا خارج هذه البلاد نعطيهم تحية استهلونا الفرحة هذه لنا جميعا والشعور لما رأيت الأباء والأمهات والاستقمال أبنائهم في المطار الكل يتمنى أن يكون هناك ونتمنى أن أبنائنا يكونون هناك وبإذن الله أبنائكم وأبنائنا يكونون هناك وهم أبنائنا أيضا وبناتنا وهذا يعني صراحة نحييهم لأن نجاحهم هو نجاح نجاحنا وهذا زي ما قلت لكم هو رؤية سيدي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله حفظه الله